كده كده بتكون انشطة الواجهة عندك مشكرتك حلو الكلام هنا عندي الاندسكيب هنربط الاندسكيب هنربط الاندسكيب بقى بالاندسكيب بالميتال كتلادر بالميتال هندريل دول كلهم هنربطهم تمام بس نخلي الميتال كتلادر ده والميتال هندريل نخليهم في الاخر شوية يعني بلاش يكونوا الوجهة بتخلص بدري مش لازم الاتنين دول يكونوا على طول بعد انتهاء الوجهة خلينا مثلا ناخرهم شوية الميتال كتلادر مثلا مع الميتال هندريل هنحطهم مثلا بعد اعمال الارضيات بحيس ان الدنيا تكون ندفت يعني ما يكونش فيه بقى آآ ردش كتير وانقاض وكده تمام فهنضيف كمان بعد هنضيف عندي هنا الميتال كتلادر وهنسلم البحالي والميتال هندريل تمام يبقى كده احنا زبطنا انشطة التشتبات سواء الداخلية او الخارجية خلينا بقى النبوس كده نعمل على انشطة الخدمات تمام عندي الكابل تري والكوندوتس كل ده خلاص خلاصنا منه قبل البلاستر تمام عندي كمان زبطنا زبطنا علاقته مع نهوش بقى على دول نحطهم امتى دول هنحطهم آآ هنحطهم بعد الابواب تمام يعني بعد الابواب هني هنيجي هنا هنعمل آآ آآ خلينا نروح نقف على الابواب هنا وبعد كده هنضيف عندي وعندي كمان هنا في اعمال كل ده طبعا بعد ما تكون عشان ما يحصلش مشاكل بالنسبة للسارقة وكده يعني تمام هلو الكلام كده عندي هنا زبطنا كده بتاع الكهرباء كمان بتاع الاعمال الصحية هنا نخش بقى على التكييف هنا احنا حطناها قبل اه قبلها طيب كمان قبل قبل ما نكون خلصنا نكون عملنا على الاقل تمام يبقى هنضيف هنا كمان تمام قبل وبعد عندي طب البلانسينج لازم نكون التكييف نفسه يكون اشتغل يعني يكون وصلنا طيار كهربائي للمبنى عشان نعرف نعمل تمام فالبلانسينج هنا هيكون في اي مرحلة بقى هيكون في اخر مرحلة خالص هنا هيكون بعد مسلا خلينا نحط مسلا بعد الابواب تمام بقى كده ظهر عندك في الاخر حالو الكلام طيب خلينا بقى نعمل حاجة زريفة كده عايزين نعرف دلوقتي الانشطة اللي ملهاش سكسسور او بريد السيسور عشان ما نفضلش نقلب بشكل كده اه تقليدي وبشكل مرهق هنروح على قائمة فلتر تمام وهنضيف هنا هنعمل نيو تمام هنقول له مثلا هنا ده وذاوت مثلا بريد السيسور عشان يسهل علينا تمام وهنقول له هنا وير اكتيفتي اختار اكتيفتي بس هنقول له ان ال بريد السيسور هنا نكتب بريد السيسور يعني فاضي تمام وهنقول له اوكي وهنضيف واحد كمان او هنعمل منه كوبي تمام وهتقول له هنا موديفاي وهتعمل ده وزود سكسسور اوكي وهتقول له هنا ان السكسسور ايكوال بلانك تمام عشان يجيب لنا اللي ملهوش سكسسور هتقول له اوكي تمام احنا دلوقتي معلمين على الوزود بريد السيسور خلينا ندوس كده بلاي نشوف هنا عندي الاكسيكافيشن بس اللي ملهوش بريد السيسور وده عارفنا ازاي هنربطه هنربطه بنشاط اسمه البروجيكت ستارت علاقة ستارت ستارت مع بعض تمام طيب نختار الفلتر التاني اللي هو الوزود سكسسور نشوف كده اللي ملهوش سكسسور عشان نختبر كفاءة الجدول الزمني بتاعنا تمام طيب طلع علينا شوية اكتيفتي عندي البرابيتس كونكريت ما ربطنهاش بانشطة التشتيبات تمام البرابيتس كونكريت هنا احنا عاملينها الروف فلور سلابس طيب نربطها كده بعد كده بايه مسلا نربطها ب البلوكورك تمام هترحل معنا الجدول الزمني جامد طيب البرابيتس احنا بنشتغل البرابيتس اصلا احنا لازم نكون خلصنا عشان نصب بعد كده الطبانات او الحاجات دي فالعلاقة دي هنا كده مش مزبوطة نعمل تمام وهنحط قبلها الساين تمام ونعمل بعدها الساين لأنشطة الواجهة نفسها حلوة الكلام يبقى كده خلصنا من النشاط ده طيب نشوف البنتينج فرست لاير البنتينج فرست لاير مش معمول بعدها ساكسيسور طيب ايه اللي بنشتغله بعد الفرست لاير بالنسبة للبنتينج سوري ده البنتينج فاينال لاير طيب البنتينج فاينال لاير ده بيبقى اخر النشاط عندنا هنربطه بعد كده بالبروجيكت فانيش تمام بقى ده ما فوقش مشكلة عندي هنا الميتال هندريل اللي بره الالكسترنال وورك عندي الميتال هندريل لي بريد الساينسور هنا بس ما لهو ساكسيسور الميتال هندريل ممكن مثلا نعمله ساكسيسور بعد كده نربطه بالبروجيكت فانيش برده او خلينا نربطه بالفاينال بينتينج بينتينج فاينال لايرز لقى الكلام الاسويتش واللايتينج فاينش بيكسيشورز دول برضه هنربطهم بالفاينال بينتينج بينتينج فاينال لايرز كل دول هنربطهم برضه بالفاينال بينتينج الفاينال بينتينج هنا عندك آآ نشاط مهم هو بيبقى اخر نشاط في المشروع كده هناخد بساين هنا تمام خلينا نعمل رفريش تاني كده على الفلتر عشان نشوف اللي فاضل عندي الاسويتش و الاسويتش برضو نفس الكريم و عندي الاسويتش برضو نفس الكريم يعني تمام نعمل كده في الفلتر يبقى احنا كده عندنا هو دلوقتي النشاط الوحيد اللي مولوش سكسيسور احنا كده تمام نربطه بعد كده بقى تمام خلينا بقى نرجع كده الفلتر نجيب بتاعتنا نشيل الفلتر ده كده عندك انت زبط بتاعك عندك مشروعك من واحد اكتوبر لتلاتة وعشرين سبتمبر يعني انت تتكلم تقريبا في سنة سنة تخلص فيها مشروع بالكامل بكل الانشاطة بتاعته هنا اه عايزين نشيل الكولوم بتاع الكالندر ده ممكن تيجي هنا على و هتعمل بس ما تسيبش طبعا التغييرات اللي حصلت عليها هتعمل هو هيرجع لنفس تمام اكتفيت نيم فين اللي احنا شغالين عليها طيب خليها هي نفس اللي ادي دلوقتي مفيش مشكلة لابقى نزبطها بعدين تمام يعني كده زبطنا عندنا بتاعنا بالنسبة لاعمال اعمال اعمال كل اعمال كل اعمال التشتبات زبطناهم زبطنا زبطنا العلاقات واخدنا كمان فكرة عن تمام هنا عندك لو انت عايز تظهر بس هتروح على الفلتر وهتختار من هنا تمام ممكن تختار هو ما بيفرقش بين تمام فخليك مسلا اختار هيجيب لك كل الانشطة عندك تمام بس كده دي كانت محاضرة النهاردة اتمنى تكون اه استفدتوا تمام لان الحاضرة دي مهمة جدا واهم محاضرة في الكورس وده كاد طبعا تكون اطول محاضرة في الكورس فان شاء الله زي ما قلنا خلاص انت بعد المحاضرة دي انت خلاص شكرا انت كده تعرف تعمل برنامج زمني محترم جدا نقص لك بس ازاي تعمل اه تضيف الريسورس او تحمل الكوست على البرنامج وبعد كده ازاي تعمل ابديت خلاص تمام فان شاء الله محاضرة النهاردة كده تمام خلونا بس نضيف اخر حاجة عندنا الو بي اس بتاع المايل ستونز هنروح على اله هنا الويندو بتاعت المايل الو بي اس سوري هنضيف اله هنا نضيف ميلستون جديد اللي هنسميه الميلستون تمام هنا هنخليه ميلستونز خليه زل وزل وواحد مسلا مايل ستونز او افضل افضل تمام ونطلع ببرة كده ونخليه فوق نخليه هو اول واحد عشان اي حد يبقى مهتم ان هو يشوف البرنامج الزمني يشوف التواريخ تمام يشوف تواريخ النهاية والبداية وهنيجي هنا تحت هنضيف اتنين اكتيفتي و البروجيكت فانش ستارت وده هنسميه حلو الكلام طيب البروجيكت ستارت زي ما انت فأنا هنربطه مع الاكسكافيشن علاقة اول حاجة نعملها بس ان احنا نختار من تحت هنختار هنا نوع النشاطين دول هيبقى تمام لان دي علامات على الجدول الزمني تمام ده مش هيبقى نوع زي بقى هنخليه هنا هنختار ان هو هيبقى ميلستون والبرويكت فانش هيبقى فانش ميلستون حلو الكلام البروجيكت ستارت هنا هنروح على الريليشنشيب هنا طبعا عشان احنا اختارنا اللي اي قود دي فهو خافة تاني الكلوم بتاع الريليشنشيب فهنرجع نختار رليشنشيب نزهرها تاني من هنا ممكن نشتغل من بريد السوسر او السكسسور بس انا انا بحب اشتغل على الاشنشابس تمام الاشنشاب هنا لما تيجي كده ترفع لفوق شوية هتلاقي وانت واقف على ممكن انت هنا تخلي تعملها مسلا السكسسور هيبقى وتخليهم ستارت ستارت هو فهم على طول ان هي العلاقة ستارت ستارت لان ده تماما كذلك على هتيجي هنا على الريد السوسر وهتختار زي ما قلنا او الديهانات النهائية تمام وهو برضو فهم ان هي علاقة تمام يبقى انت كده لما تبصع الجدل الزمنة عندك هنا البروجيكت ستارت واحد اكتوبر تلاتة وعشرين البروجيكت فنش تلاتة وعشرين سبتمبر الفين اربعة وعشرين تمام آه كده خلاص الجدل الزمنة بتاعك خلص بالكامل مع ده موضوع الريسورس والكوست ان شاء الله نزبطه المحاضرة الجاية وشكرا اه اتمنى لو انت استفدت من المحاضرة دي اه تعمل لايك وشير سبسكرايب وتدعمنا يعني عشان ان شاء الله نقدم بعد كده محتوى اكثر اه يكون ادفانسد اكتر ويكون اه مور بقى ديتيلد ومور اه ان شاء الله مور بنيفاشيال لكل الناس تمام شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى